مرحبا بكم جميعا إلى موضوع حقيقة سألني أو طلبني الكثير يا أستاذ ما هي أزمنة الكونتينوس المستمر يعني بنسمع حاجة اسمه المضارع المستمر الماضي المستمر المضارع التام المستمر الماضي التام المستمر المستقبل المستمر هذه الخمسة الأزمنة التي ذكرت لكم إياها هي التي عذفت تكون فيها الكونتينوس هذه الاستنبارية جمعتها اليوم عشان تصبح الصورة واضحة لأن البعض يتخربط ما بين الكونتينوس هذا والكونتينوس هذا فالعملية بسيطة جدا كل ما هنعمله أننا هنأخذ قانون كل كنتينوس كل مستمر أو كل زمن مستمر ونأخذ عليه أمثلة والعملية بسيطة جدا لكن قلنا أبدأ قبل أن أبدأ في هذه النقطة أوضح لك نقطة أنه أنت لازم تفهم حاجة اسمها الـ verb to be الـ verb to be هذه ما هي؟ ستجد أن هناك الأم التي ولدت هذه العائلة كلها وتسمى بي بمعناتها يكون هي أصل الفعال الكيلونة كاملة يصدر أو يعني بتولد لنا الـ be هذه الـ am والـ is والـ r جميل إذن الـ be هي الأم ولدت لنا الـ am والـ is والـ r ثم الـ am والـ is الماضي منهم ولدوا لنا الـ was والـ r الماضي منهم وير فالآن معناتها أكون والـ is معناتها يكون والـ r معناتها يكون فماضيهم الـ was معناتها كان والـ where معناتها كانوا جميل الـ was والـ where أعطونا آخر العنقود اللي هو التصريف الثالث من الـ was والـ where ويسمى البين نعيد مرة أخرى نعيد مرة أخرى أنت تعرف أنه أي فعل في اللغة الإنجليزية له ثلاثة أشكال صح؟ مضارع وماضي وتصريف الثالث ويسموا present, past وpast participant إحنا عندنا الأمة الأساسية هي الـ be ولدت لنا المضارع am والـ is والـ are التصريف الثاني منهم هو was والـ where التصريف الثالث من الـ is والـ am والـ are هو الـ bin يعني الـ am التصريف الثالث منها بين الـ is التصريف الثالث منها بين الـ are التصريف الثالث منها بين تمام؟ جميل جداً طيب هؤلاء العيلة هؤلاء العيلة أنا ليش درستك إياهم؟ هذا أصلاً يعتبر هم المتحكمين الرئيسيين في الـ continuous اللي انت هتدرسه معايا اليوم المستمر واحد يقول لي لا مش فاهمك كيف يعني؟ بعدما درستك الـ be الـ be هذا إذا جاء بعده فعل لابد أن يكون لهم وضف i-n-g ركز معي الـ am والـ is والـ are لو جاء بعدهم فعل لابد أن يضف لهم i-n-g الـ was والـ where لو جاء بعدهم فعل لابد أن يضف لهم i-n-g الـ bin لو جاء بعدها فعل لابد أن يضف لهم i-n-g وحد يقول لي يعني كلهم يا سلام من تفهمة الموضوع أعيد مرة ثانية العائلة هذه العائلة عائلة الـ b لو جاء بعدهم فعل لابد أن يضف لهم i-n-g كلهم كلهم طب هذا أكيد لهم اسم يا سلام بالضبط البيئة اللي بعدها فعل مضاف لأي نجي هو الفيوتشر كونتينيوس هذا والفيوتشر كونتينيوس وهذا المثال عليه I will be going to Jidda I will be reading I will be cooking she will be visiting she will be getting married هذه كل ترجمتها هي هتكون بتتزوج هتكون بتطبخ وهذه يقول طب واحد يعني أنا مش فاهم يعني كيف هتكون هذا انت عندما تتكلم على المستقبل بس فترة محددة يعني انت بتتكلم على زمن محدد في المستقبل مش مفتوح I will go I will be living لكن هذا يعني محدد يعني مثلا أنا غدا إن شاء الله يعني أتمنى إنه أزورك الساعة خمسة بتخوضي لا الساعة خمسة هكون نايم I will be sleeping هذا لو حبيت تعرف المستقبل المستمر انتهينا من النوع الأول حطه على جنب ننتقل للنوع الثاني اللي هو am و is و are إذ جاء بعدهم فعله يكون يضاف له ing وهذا المضارع المستمر الذي يسمى present continuous I am cooking I am reading he is playing she is sleeping وهذا بسيط فعل بيحدث في نفس اللحظة من الكلام انت بتتحدث والفعل بيحصل أمامنا ننتقل للنوع الثالث النوع الثالث وهو الwas والwhere إذا جاء بعدهم فعله نضاف له ing وهذا يسمى past continuous الماضي المستمر يعني الماضي المستمر أيضا يشبه المستقبل المستمر بتتكلم على الماضي بس مش مفتوح أن وقت محدد في الماضي يعني I was watching TV at six o'clock حددت لك وقت مش مفتوح المفتوح اللي ما تقول I watched اللي هو الماضي البسيط I watched TV I played football لكن الماضي المستمر عادة بيتم استخدامه عشان يتحدثوا عن نقطة محددة فديت دائما كلمة at وكلمة when I was playing football when you called me أنا كنت بالعب بكرة قدم حددت كيف حددتها when you called me عندما أنت اتصلت بي They were sleeping هم كانوا نائمين when they came عندما هم جاءوا من هم؟ والديهم يعني عندما والديهم جاءوا هم كانوا نائمين We were swimming when the phone rang عندما التلفون run أو my mobile rang عندما جوالي أو mobile rang ring الماضي منها rang جميل؟ جميل ننتقل إلى البين ننتقل إلى البين نحن أخذنا الآن المستقبل المستمر و المضارع المستمر و أخذنا الماضي المستمر و الآن ننتقل إلى الماضي المستمر اللي هو البين إذا جاء بعدها فعل يضف له I-N-G نعم وهذا يسمى present perfect continuous present perfect continuous طيب جميل هذا كيف أستخدمه أنا؟ بسيط جدا I have been ثم أضيف للفعل I-N-G طيب وهذا ما يصير معناته؟ هذا يصير معناته أنا صار لي أو أنا بالمصري أنا بقالي أنا بالسعودي أنا قدلي I have been working in this company 14 years أنا صار لي أشتغل في هذه الشركة يعني مدة 10 سنوات She has been waiting هي صار لها منتظرة for two hours I have been teaching أنا الآن مثلا أنا صار لي I have been teaching أنا صار لي بدرس this lesson مش عارف كم دقيقة هكتب لكم ميالة في المنتاج I have been teaching this lesson أنا صار لي طيب خذ بالك خذ بالك أنه أنا I have been والفعل نضاف له I-N-G يعني هو فعل بتتكلم بدء بالماضي وما زال مستمر وهيستمر زي التدريس أنا بديتدرستكم شغلت الفيديو وصورت وجانس أدرس الآن بس حب أذكر المدة ركز على كلمتي I have been هي أساسا لذكر الperiod المدة I have been teaching you أنا صار لي بشرح لكم I have been explaining أنا صار لي بشرح هذا الدرس four واذكر مثلا المدة مثلا ten minutes twenty minutes أو ممكن أقول since واذكر بداية الدرس يعني مثلا بداية الدرس ساعة 4 العصر since four o'clock جميل طيب إحنا كده ذكرنا الأربع الأنواع اللي هو future continuous present continuous past continuous present perfect continuous هايبقى النوع الخامس اللي هو past perfect continuous الماضي التام المستمر على فكرة أنا شرحت كل درس من هؤلاء المستمر بشكل منفصل بس حين بنلمهم مع بعض عشان بس نعمل مقارنة كده ونوضح لك العدم الخربط ما تتخربط فيها الماضي التام المستمر هو الماضي من الهاف بين مش قلنا I have been الماضي منه بس تغير الهاف إلى هات وعد يقول أنت الآن قلت I have been هتضيف للفعل I need نعم وهذا الماضي منها I had been واضيف للفعل I need طيب وهذا إيش معناته شفت أنت الآن 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 أفترض أن أنا الآن أنا وأنت الآن بأتقابل أنا وأنت في كافة وبتكلم أنا وأنت الآن يعني فأقول لك أنا صار لبدرس اللغة الإنجليزية يا صاحبي يا محمود منذ عشر سنوات كيف هقول الجملة هذه I have been teaching English language for 10 years هتقول لي جميل بعد أربع سنوات خمس سنوات أنا أكيد أضيفت خمس سنوات فوق العشر سنوات اللي كلمتك إياها في الكافية يعني أنا مش كنت لما كلمتك في الكافية كان لي عشر سنوات أدرس أضيف لها عاشق خمس سنوات أصبح خمس سنوات لما أنا وأنت نتكلم ونستذكر أيام ما كنا نتكلم في الكافية ويقولك تتذكر لما أنت أخبرتني أنه لما كنا في الكافية أنت قلت لي أنه أنت في هذه الأيام أنه كان لك صار لك عشر سنوات هتقول لي نعم في ذلك الوقت لكن الآن صارت طيب جميل جدا جميل جدا خلونا نركز على نقطة معينة الماضي التام المستمر هذا اللي حاب يأخذ أنه شرح موسح يدخل يكتب الماضي التام مسلم على مراد لأنه بصراح هو شرح طويل فما أعتقد أن الدقيقة ودقيقتين تكون كافية لكن تحتاج أنك تتوسع فيه حلو بس أنا الآن حاب كنت نرتب أفكارنا حلو حبة حبة معايا حبة حبة معايا أنت الآن المفروض تعرف متى تقول I am playing ركز معايا I was playing I have been playing I will be playing I had been playing حبة حبة كده معايا حبة حبة هل تعرف متى تقول I am playing لما أنت بتلعب الآن الآن اتصلت فيك إيش بتعمل تقول لي I am playing I was playing أخبرتك أنت بتتكلم على وقت محدد أنا بتتكلم وأنت على الماضي أنا وأنت نتحدث على الماضي فأقول لك كنت بتعمل الساعة 6 تقول لي I was playing كنت بتلعب بس 6 أما I have been playing غالبا أنت بتذكر لي المدة أو الفترة I have been playing football for two hours على فكرة يا أستاذ أنا صار لبلعب ساعتين مدة ساعتين I have been playing for two hours طيب الماضي يعني بلعب بلعب صار لساعتين طيب I will be playing at four o'clock نخد بالك أنه أنا هبدأ اللعب الساعة ثلاثة العصر وخل الساعة خمسة العصر فأربع العصر I will be playing هكون I will be in the middle في منتصف لعبي لكرة القدم لازم تعرف متى تستخدم هذا الزمن ومتى تقول she is working she was working she has been working she will be working she had been working الخمسة الأزمة الكونتينيوس يعتبر من أهم الأزمة التي تتكرر في اللغة الإنجليية بشكل كبير ومحتاج أنك أنت تعيد فيهم وأنا مش حاب أطول الفيديو لكن اللي حاب أنه يتعمق في زمن أكثر فقط اكتب اسم الزمن يا سيد مش بس هذه النقطة أي الدرس في اللغة الإنجليزية يخطر على بالك اكتب اسم الدرس المعدود وغير المعدود مع مراد اكتب في اليوتيوب المبني المجهول مع مراد المضارع التام مع مراد الكلمات مع مراد هتظهر لك مش درس أوعدك أكثر من درس وأكثر من شرح أتمنى لكم التوفيق النجاح اضغطوا لاك إذا أعجبكم الفيديو وغود لاك حظ المفقان مع السلامة الله اشتركوا في القناة